عندي ربع فراخ مفرومة وعندي كوباية ونص من دي الرز ممكن ماستخدمش كلهم هقولكو هنعملها ازاي وعندي عدد بصلايا متوسطة الحجم وحزمة شبت مفروم وحزمة كزبرة مفرومة ورشة جنزبيل بودر وارفة بودر برضو هنحط رشة كده او حاجة بسيطة خالص طرف المعلقة ومعلقة زغيرة من الفلفل اسود واربع فصوص من التوم صحاح مفيش مشكلة لان كده كده هنفروم كله هنشتغل في الكبه او في المفرومة على حسب ايه اللي موجود عندنا طب هشتغل الرز المراضي احنا مبارح اوه عملنا كباب الكوابري الوصفة الرابعة كباب الكوابري انا نسيت لسه فاكرت بالوقت الايه تمام اوكي طيب عندي الدي الرز اللي انا هشتغل بي مثلا هتحنه رز يكون موجود عندي مصري يكون ناشف حتى لو هخسله لازم يكون ناشف تماما في المصفة وهتحنه في المطحنة مدون اي ما يبقى فيه اي سوايا خلاص في المطحنة بتاعة البهارات او اشتري دقي رز اللي اتنين هينفع نشتغل بيه تعالوا بقى في الكبه كده نبدأ ان احنا اول حاجه هعملها هعمل ايه ربع كيلو الفراخ بالشكل ده هحط في الكبه المصليه هابدأ احط تفاصين تلاته كده او اربع فصوص من التوم وافرم كله كده هنعم كله هابدأ احط البقدونس والكسبرة اهو واحط رشد جنزبير رشد ارفا مش كتير زي ما اتفقنا واحط شوية فلفل اسود وهملح تبقى احنا كده فرمنا الفراخ وبعد كده حطينا عليها البصل والتوم والخضرة اللي هي الشبت البقدون السوري والكسبرة الخضرة وهبدأ اننا نفرم مع شوية جنزبيل وسنة ارفا وملح وفلفل اسلم التفريزات بعد ايه؟ هنعم كده كله مع بعض هنزل كده الطرف بتاع الكب عشان يبقى كله مختلط كويس مادام زيزي صباح الفل ايه جمال حبيبتي حبيبتي خمسة حبيبتي الله يخليكي تسلامي حبيبتي النور قريع ومبيره قطع وشفت الحلقة السابقاتي بردك هكلمك حبيبتي الله يخليكي طب الحمد لله هو قطع دلوقتي ولا ايه؟ قطع فين شالك جاي وقطع قطع قطع هكلمك هكلمك وشو في الحلقة السابق اه ماشي خلاص اه لازم تشوفيها ما انتواش تفوتك الحلقة بتاعت النهاردة دي اه والله بجد عاملين بقية التفريزات حبيبتي موجود هكلمك ايه رأيك في حلقة امبارح طف التفريزات جميلة 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 الله يخليكي اسلامي حبيبتي بوردة النهاردة دي هشوف الصفح ان شاء الله نزلي ان شاء الله هتعجبك جدا التفريزات بتاعت النهاردة ميش يا حبيبتي صباحك زي الفل حبيبتي قالي اسلامي هنبدأ بقى نحط دي رز كده هلم انا مش عايزة يعني مقدار معين انا هلم بيه لحد ما يبقى القوام عندي كويس هندي لفة كده نساعده يعني كله يختار ونبدأ نلف ملفة كمان احنا هنا الرز ده مطحون دي رز لكن الرز اللي احنا عملنا بارح في الكباب الكوابري ما كانش مطحون خالص كان رز صحيح انا الخطوة دي ما بحاولش استعجل فيها لان انا ببقى من دمن اكتر الحاجات اللي بتنجح الكفة عموما ان هي تتفرم كويس فالخطوة دي بالذات ما بحبش استعجل فيها بحب افرمها كويس جدا حتى لو بقلب وبوقف وبفضل افرم تاني لحد ما تنعم معايا خلص عشان انا شايفة ان دي بتبقى اهم يعني نقطة في الموضوع هبدأ بقى انزل كده الكفتة عندي كفتة الرز وبرحيتكو طبعا خالص حابين ان انتو يعني اه تخلوها اه متكورة صوابة على حسب بقى ما انتو حابين منا صباح الفل ازايك يا منا ازايك يا حبيبتي اسلام معاك يا حبيبتي ازايك يا حبيبتي عاملة ايه اخبارك ايه كله تمام تمام دايما يا رب حبيبتي فضال يا حبيبتي انا معاك اعطي اعطيك تسرخ ما شوي حاضر يا حبيبتي عنايا شكرا يا حبيبتي صباحك زي الفل تعالوا بقى ايه نشكل هوريكو كزا طريقة للتشكيل بتاع كفتة الرز هبدأ كده ااخد قطعة بالشكل ده وابدأ احطها في الكيس وابدأ ايه خليني اقلب لكم الكيس عشان تشوفه وابدأ ايه اهو ازبطها كده بالشكل ده واقوم فتح الكيس كده واقوم برما برما اهو تمام ممكن اعمل بقى كله بالطريقة دي خليني نحط كده ايه كفتة بتاعت الرز اهي باخد قطعة بصوها هيعملوا كمية مش قادرة اقول لكم هتعمل كمية حلوة جدا ربع كيلو بس من الفراخ نفس الوقت كلها حاجات اللي موجودة احنا اتفقنا ان انا ساعات كتير بشوف حاجات يعني بحس ان هي في الاخر احنا بنطلع كمية بس بس طعم مفيش اي حاجة يعني حاطين كده حاجات عكين بيها الدنيا مع بعض فاحنا مش عايزين نعمل كده احنا عايزين نعمل كميات حلوة وكبيرة وفي نفس الوقت حاجات حلوة نعرفنا كلها وتبقى طعمها حلو مين؟ فيه تريفون؟ بصوا اهو طريقة سهلة خالص عشان لو عايزين تطلعوها بنفس التساوي اهو بالشكل ده ببدأ اخرج كده عايزين بقى تخلوها كور تمام عايزين تخلوها صوابع بالشكل ده تمام اللي انتو عايزينه مفيش مشكلة خالص اهو باخد قطعة ومدخلين الكمية دي هتعمل قد ايه؟ ربع كيلو فراخ هوريكو برضو الكيلو بتاع اللحمة المفرومة اهي التفريزات بتاعت انبارح اللي احنا عملناها في الاطباق اهي اتفرازت كمان اهو هنبدأ نكمل بقى كل المقدار اللي عندي بالشكل ده كبه ايه؟ اه حكت مبارح اهي على الهوى بصو دول يعني بكيلو فراخ بكيلو لحمة تعالوا نعيد كده عملنا ايه مبارح؟ عملنا كبابة البطاطس تمام؟ وعملنا دي كانت الكبابة بتاعت البرغل الموفرة طلعت الكمية دي وكمية دي وكمية دي تمام؟ وطلعنا دي الكباب الكوابري كمية بتاعت الكباب الكوابري ودي الكفتة بتاعت البطاطس المبشورة بصو الكمية دي كلها بكيلو لحمة مفرومة بس كيلو واحد عمل لي كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي تمام؟ فاعتقد ان ده اكل يكفي ممكن اسبوع او خمس ايام لو اسرة يعني عددها كبير مش اقل من اربع خمس ايام تمام؟ فبرضو النهاردة هنعمل بنفس الطريقة دي هنبدأ نعمل برضو كفتة الرز وهنبدأ نعمل بقية الوصفات بنفس كيلو الفراخ امهاني صباح الفل صباح الفل يا حبيبتي عامل ايه حبيبتي اخبارك ايه؟ انا والله لسه تعبين الله يخليك والله الدور وحش لسه تعبينة؟ اه والله عليهش هو فعلا اليومين دول الدور بيبقى صعب لا دول صعب يدور كده فعلا منتشر صعب حبيبتي رياحي كده وتفرجي بس علينا وانتي عادة عالكنبة كده وشوية حاجات سخنة كده الله يخليك يا حبيبتي قولنا بس نصله فرخة كده بلدي ونجبالك كده بالشربة بتاعيتها ونينجي على دول حبيبتي الله يخليك حبيبتي حبيبتي الله يخليك يا حبيبتي لا احنا مش عايزين نتعيبك احنا عايزين تفرج علينا بس بغير ما تعبيك الله يخليك انت طيبة انت طيبة حبيبتي وبخير يا رب. تسلامي يا حبيبتي. تسلامي. وسلامي للناس كلها. الله يخليك. الله يخليكي وانت طيبة حبيبتي وبخير يا رب. تسلامي صباحك زي الفل. شكرا. شكرا يا حبيبتي. بصوا اهو احنا عملنا آآ كفتة الرز كده عايزين بقى تعملوا مسلا منها شوية آآ كور شوية صوابة على حسب ما انتم حابين. اهو بتنفع اللي اتنين اعملوا بقى اللي انتم عايزين مفيش مشكلة خاصة.